ايه الخطوات اللي ممكن نعملها عشان نتضرب على مهارة اختيار لغة الخطاب الزواجي دي؟ ده واضح ان ايه مهارة مهمة قوي قوي واضح ان فيه بيوت كتيرة جدا جدا وانا بقول لكم بقى خبرتي واضح ان بيوت كتيرة جدا محتاجة للكلام دوت ومحتاجين ان احنا نأهل الزوجين عليها قبل ما يدخلوا في ايه؟ في الحياة الزوجية اول حاجة لازم تعملها انك تفكر قبل الكلام يبقى التفكير قبل الكلام اول خطوة لازم تتدرب عليها عشان يبقى عندك المهارة دي ما المهارة دي بتتدرب على جملة من الخطوات عشان تساعدك على المهارة دي فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيابي هو امي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا معاز وهو بيسأله عن الاعمال اللي بتدخله الجنة فاخذ بلسانه بيابي هو امي صلى الله عليه وسلم وقال كف عليك هذا بلاء خلي بلك من ده كف عليك هذا فقلت سيدنا معاذ بقى بيقول حضرتنا سيدنا معاذ اللي حضرت النبي قال له إيه إني لأحبك يا معاذ حبيب رسول الله فقلت يا نبي الله يعني أتكلم بدلالك بقى فقلت يا نبي الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يعني إحنا بنتحاسب على اللي إحنا بنقوله فحضرت النبي رحل رضي عليه قال له قال سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد وألسنتهم ده اللي بيرمي الناس في النار الكلام ده وصح حديث رسول الله سلم شوف لإن هي بترمي الناس في النار في الدنيا فممكن ترمي الناس في النار في الآخر وعشان كده رسول الله سلم في حديث آخر إن الرجل لا تكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفة فعشان كده وكانت وسيط حضرة النبي إن احنا ننتبه لكل كلمة بتخرج من أفوهن لإننا ممكن الكلمة دي تقضي على حياة إنسان وممكن الكلمة دي تكون سبب هلاك وعشان كده لازم نتخلي بالنا من كل كلمة بتخرج من فهنة وعشان كده نقدر نعمل إيه؟ نتقنى قبل ما نتكلم ونفكر قبل ما نتكلم أي لفظة يخرج مننا لازم يكون بعد تفكير ولذلك إيه الأشياء اللي ممكن ننزعج منها إن الكلام يسبق تفكيرنا فده يبقى الإنسان ده مش حكيم وعشان كده لقمان الحكيم قال لي ولده يا بني إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك يعني إيه؟ إذا الناس افتخروا أنهم بيتكلموا كويس افتخر أنت بأن أنت صمت في الوقت اللي كان لازم تصمت فيه أن أنت ما تكلمتش قبل ما تفكر أن أنت سكت لأن أنت ديس ما فكرتش فبلاش تتسرع بنطق كلام هتندم عليه بعد كده واستغل الصمت في التفكير يعني لما تصمت ما برضو إحنا مش عايزين واحد يصمت 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 ويقولك تسأله ليه يقولك أنا بحاول منتظر الحكمة لا الصمت يكون فيه تفكير يبقى وكان صمته صلى الله عليه وسلم فكرا يبقى أول حاجة لازم تتمرن عليه عشان تبقى عندك المهارة دي إنك تفكر قبل ما تتكلم وده أقل لشيء ممكن تعمله عشان تكون إنسان متزن معتدل أقول لكم حاجة الإنسان اللي بيتكلم قبل ما بيفكر في الغالب بيعقد حياته وفي الغالب الإنسان اللي بيتكلم قبل ما بيفكر ساعات بيتفه حياته يبقى إحنا لازم نتكلم قبل ما نفكر نفكر قبل ما نتكلم ونفكر قبل ما نتكلم عشان حياتنا تكون حياة متزن يبقى دي أول حاجة فكر قبل أن تتكلم تاني حاجة تفهم نفسية شريك حياتك يعني إيه تفهم نفسية شريك حياتك قبل ما تتكلم شوفوا لو هو ساكت حاول تفهمه هو ساكت ليه إنت حاول تتفهم ده عشان تقدر تختار لغة الخطاب مع شريك حياتك لازم تفهم نفسيته كويس وده مش بالفهلاوة تقول أنا عارف نفسيته هو محتاج مني أن أنا أقوله كلمتين حلوين كده هو في الموضوع الفلاني هو مش محتاج ده هو محتاج فكرة فعلا دعم بس الدعم هنا محتاج أن حد يقوله ما تشيلش هم إحنا مع بعض مش أنك أنت تقوله فكرة في الموضوع الفلاني هو محتاج أن أنت تقوله ما تشيلش هم إحنا مستمرين مع بعض بس وتعرف إيه اللي بيأثر فيه لأن مش بس تعرف نفسيته وتعرف إيه اللي بيأثر فيه إيجابي بشكل إيجابي وبشكل سلبي فتعمل الشكل الحاجة اللي بتأثر فيه إيجابيا انه انت متعملش حاجة اللي بتأثر فيه سلبيا وهو هتفتكر ان ده تكلف او انك كده مش هتبقى واخد راحتك مع شريك حياتك بالعكس ده بمرة في التانية في التالتة هتحس ايه ده ده بقى بينكم لغة حتى ممكن اللغة دي محدش فهمها غيركم منتوا الاتنين ده بقيته ساعة هتفهموا بعض بالنظرة ما هو اللغة هنا مش قصد بس الكلام لا قصد النظر كمان وانك انت كده مش يعني كده بتكلف ومش بتعمل بطبيعتي لا 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 انت كده مش بتتكلف بالعكس ده جزء من جزء من الاحترام الآخر ان انت تفكر فيه قبل ما تتكلم ده يا سيدي باب من أبواب خاطبوا الناس على قدر عقولهم وباب ايه انزلوا الناس منازلهم فلازم تنفهم هو بيفكر ازاي وبيفسر الكلام ازاي عشان تقدر تختار الكلام اللي يفهمه بشكل صحيح وما يعملش فجوة بينكم او يعمل اثر سلبي وتستوعب ده وما يبقاش سبب في الخلاف بينكم